النهاردة بتنعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين اللي بتستضفها العاصمة البحرينية لأول مرة المنامة لمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول العربية القمة بتأتي في وقت حرج للغاية وظرف دقيق تاريخيا تتواصل الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد أهلنا بقطاع غزة ومخاططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية ده بيحتم بالورد موقف عربي حاسم ومشترك لاستعادة الاستقرار وحقل دماء الفلسطينيين في ظل هذه الأحداث الجارية يعني خلينا نتكلم عن القمة العربية والفرص والتحديات اللي بتواجهها معانا دلوقتي ضفنا في الستوديو الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي سبع الخير على حضرتك سبع الخير تحيات الحضرات يعني ظروف حارجة واستثنائية كل يوم بنشاهد أحداث يمكن أصعب من اليوم اللي قبله منطقة ككل بتمر بظروف بالفعل استثنائية وده الوقت لتوحيد الصف والمواقف أهمية انعقاد هذه القمة في هذا التوقيت بالتحديد إيه؟ يعني بالفعل أهمية قصوى هذه القمة العربية نظرا لهذه التحديات الجسام التي تعصف باستقرار هذه المنطقة وتصور أن يعني إن كان قديما كانت فكرة العمل الوحدة والعروبي والقومية العربية والوحدة العربية لكن للأسف يعني طرأت كل هذه الظروف وكل تلك الجائحات والملمات التي أصبحت يعني نزلت بسقف التوقعات والطموحات العربية من فكرة الوحدة العربية إلى فكرة الوحدة القطرية إلى فكرة أن تحافظ الدولة على وحدتها ألا تتشذى الدولة ألا تنقسم الدولة فشوف تجد ما يحدث في سوريا أكثر من يمن أكثر من سودان أكثر من ليبيا فأصبحت الأسف الشديد بعد كان الحلم الوحدة العربية الآن الحلم يعني انحصر إلى فكرة المحافظة على وحدة سلامة التراب الوطني والوحدة القطرية لكل دولة عربية على حدة والتحديات يعني كبيرة وجسام ولكن تأتي على رأس التحديات والأوليوات الآن ما يحدث في غزة يعني هناك ثمانية بنود أساسية على جدوى الأعمال القمة أبرز هذه البنود طبعا القضية الفلسطينية أو الحرب على قطاع غزة بتتصدر الاهتمام والأولوية إذا حبينا من حضرتك كده ننظر إلى بنود هذه القمة وأهم ما سوف يطرح على الطولة ما بين الزعماء والقضاء العرب بالفعل كما تفضلت دكتور محمد يعني هناك البنود كثيرة ولكن يأتي على رأس أولويات هذا الاهتمام في الأجندة ما يحدث الآن في غزة وضرورة التصدي وأن يتبلور موقف موحد تجاه ما يحدث في غزة الآن وأتصور أن المعول عليه هو للأسف إلى هذه اللحظة فقط الصمود الفلسطيني وموقف الدولة المصري الراسخ والثابت الاستراتيجي تجاه التصدي لمخطط التصفية وأنه لا بد من التسوية وفقا للمرجعية الدولية أتصور أن الدولة المصرية لها هذا الثقل الحضاري وذلك الثقل السياسي والتدخل القانوني أمام المحكمة والتدخل في الدعوة المرفوعة من جنوب إفريقيا وكل هذه المواقف نستطيع أن نلخص ونقول الآتي أن الدور المصري والدبلوماسية المصرية والأجهزة المصرية المعنية كل يعمل في مجال سواء كان الأجهزة الدبلوماسية الإعلامية القيادة السياسية الأجهزة الأمنية الشعب المصري الكل يقف على أرضية ثابتة واحدة وتجد الآتي تجد أن تلك الدبلوماسية وتلك القيادة السياسية الدولة المصرية الدولة هي الآن العصى التي يتوكأ عليها الأشقاء في القمة العربية والعصى التي ضربت الإرهاب وتهش بها على غنم التطرف وللكل له فيها مآرب أخرى مآرب استراتيجية وسياسية واقتصادية وحتى ثقافية وفنية هذا هو الدور المصري وهذه هي الاستراتيجية المصرية أيضا هناك بنود أخرى تأتي في مرتبة أقل من هذه القضية الملحة الآنية قضية غزة فكرة تدخل قوة أخرى إقليمية في الشؤون العربية فكرة التصدي لهذه المخططات وعدم التدخل وأمور أخرى تتمثل في هذه العلاقة ما بين الصومال والجيبوتي وقضايا كثيرة عديدة حافلة في هذه الأجهزة ولكن الأولوية لما يحدث في غزة يعني بتأتي القمة في ذل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة بنتكلم على حوالي 2 مليون فلسطيني متمركزين في رفح الفلسطينية الآن ومع ذلك بيهدد الجيش الإسرائيلي بدخول رفح الفلسطينية بالفعل فبهذا الوقت وعندما عجزت المنظمات الدولية والمتدايات الدولية يعني إدارة الأزمات بتأتي هذه القمة تأثيرها إيه؟ يعني تأثير هذه القمة يعني أتصور أنه فكرة بلورة هذا الموقف العربي خاصة أن العرب لهم أوراق أوراق قوة كثيرة قوة اقتصادية مصر دولة مؤسساتها الدولة الراسخة القوية بمؤسساتها وبجيشها القوي وهي الدولة عمود الخيمة في هذه المنطقة أيضا يعني هذه الملاءة المالية للدول العربية والثروات الغازية والنفطية وتلك الاستثمارات هناك أوراق قوة كثيرة ولكن كل له مصلحته وكل له سيادته لذلك أن جامعة الدول العربية يعني البعض يحملها أكثر مما تحتمل هي منظمة إقليمية هي مجموع إرادات الدول العربية ليس هناك شيء اسمه جامعة عربية ولكن جامعة الدول العربية مجموع اتحاد إرادات الـ 22 دولة عربية فإن كان النتائج لا تنفصل عن المقدمات إن كان هناك ذلك التبلور لإرادة عربية واحدة سيكون لها هذه القرارات القوية النافذة المؤثرة وأتصور أن القرارات ليس فقط على مستوى استراتيجي وإنما من الممكن أن يكون هناك مستويات أخرى لها تأثير على البعد السياسي والاستراتيجي إذا تحدثنا عن الدعم السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية دائما من مخرجات القمم الماضية العربية التأكيد على فكرة المبادرة العربية للسلام ونحن شعوب نبادر بالسلام وإن كان الطرف الآخر لا يمتثل أو لا يرفض شروط السلام بشكل مباشر أو حقيقي على الأرض كيف يمكن أن ندعم القضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا أيضا لأنه من ضمن البنود الحديث هنا عن دعم اللاجئين ودعم الدولة الفلسطينية تمويل دولة فلسطين الجانب الإنساني الخاص كيف يمكن أن يسير جنبا إلى الجنب مع الجانب السياسي بالفعل الجانب الإنساني كما تفضلت له أهمية قصوى وهناك مسارات عديدة أشرت إليها ولكن في غياب هذا العالم في هذا النعاس الذي يتسم به هذا المجتمع الدولي المجتمع الدولي ويجد عيونهم في غطاء عن ما يحدث في غزة وعن التمسك بالشرعية الدولية وعن المرجعية الدولية وعن حتى القانون الدولي الإنساني وكأنهم لا يستطيعون سمع هذا التغافل وذلك التغابي إذن كان لابد من أدوار عربية هناك ذلك الدور المصري القوي يمكن لهذه القمة أن تبنى عليه خاصة أنه في القمة الفائتة العربية الإسلامية الإستثنائية أزرت وباركت ودعمت كل القرارات والخطوات التي ستتخذ من قبل الدولة المصرية أتصور أن هذه القمة ممكن أن تكون استئنافا ومتابعة وتنفيذا لقرارات سابقة أو تستجد قرارات جديدة وفيها هذا البعد إن لم يتوصلوا إلى حتى رؤية سياسية واحدة ضاغطة فمن الممكن الوصول وتحقيق نجاحات في هذا المدمار أو ذلك المصاري الإنساني الذي أشرت إليه في النهاية خاصة بعد هذه القيم الغربية الزائفة التي تهاوت وظهرت جليا أنها غير حقيقية وغير منصفة وغير عادلة من المجتمع الغربي بالفعل غير منصفة وغير عادلة عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية شاهدنا العالم كله يقف جنبا إلى جنب بدعم كبير لأوكرانيا أما الآن فيقف العالم صامتا تجاه ما يحدث في غزة توقعات حضرتك عن مخرجات القمة النهاردة هل من المتوقع أن يقوم الزعماء العرب بتوجيه رسالة قوية يمكن لوقف الحرب في غزة؟ أتصور أن الأولوية لوقف أعمال القتال المصارات العديدة التي صارت فيها الدولة المصرية من إدخال المساعدات الإنسانية والقدرة على الاحتواء هذه الإجراءات البيروقراطية التي تختلقها إسرائيل اختلاقا وتعيق بها إدخال المساعدات ومصار تبادل الأسرة أو المحتجزين ومصار الوصول إلى هدنة المؤقتة ومصار التسوية الشاملة حتى يتم الاستقرار لهذه المنطقة لأنه كما أكد الرئيس السيسي أنه لن ينعم الإسرائيلي ولن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إلا بحل الدولتين لا بد من حل الدولتين وفقا للمرجعية الدولية المجتمع الدولي الآن مطالب بتطبيق قراراته التي أصدرها أن تتصق أفعاله وممارساته مع قراراته فأتصور أنهم لا يبالون بهذه القرارات الدولية مع أنهم هم الذين أصدروها فأتصور أن فكرة ذلك التماهي مع الجانب الإسرائيلي وفكرة فقط الاكتفاء بمعصول الكلام وبالتصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر وبفكرة أنهم مع حل الدولتين الرئيس السيسي أكد أن هذه الجملة فقدت مصداقيتها استنفدت أغراضها لا تقول لي حل الدولتين وفقط وإنما لا بد من جداول زمنية من آليات من خطوات عملية من جدول زمني من ميكانزمات معينة حتى يتم تحقيق فكرة حل الدولتين دائرة الصراع أستاذ طارق ليست قصرة فقط على الرقعة الفلسطينية أو على الأرض الفلسطينية في غزة لكنها تسعت وشملت الإقليم يعني حالة من حالات التوتر في الإقليم في البحر الأحمر شاهدنا ما حدثنا بين إيران وإسرائيل يعني التوتر انسحب على دوائر إقليمية بشكل كبير جدا ده حيخلينا أسأل حضرتك إلى أي مدى القمة سوف تناقش علاقة دول عربية أو جامعة دول عربية ممثلة في دولها بدول الجوار ونتحدث هنا عن إيران عن تركيا عن دول إقليمية فاعلة في المنطقة بالفعل يعني الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية والدولة المصرية بمؤسساتها هذه المؤسسات العريقة الاحترافية كانت لها هذا التصور الاستراتيجي الاستباقي مبكرا ومنذ اللحظات الأولى نبه الرئيس السيسي وقال أنه في خشية الدولة المصرية من أن تتدحرج الأمور إلى ما لا يحمد عقباه من أن تتطور إلى حرب إقليمية بعد فترة وجدنا صواريخ الحوثي بعدها وجدنا ما حدث من حزب الله بعدها وجدنا يعني عدم الاستقرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبعدين هذه الضربات سواء كانت جدية أو غير جدية تمثيلية أو حقيقية ما بين إيران وما بين إسرائيل إذن الأمور بتنفلت من عقالها وبتتطور يعني بدأت العمليات ولكن لا يمكن السيطرة على التداعيات والمآلات وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية الدولة المصرية ناصح أمين لهذه الدربة وهذه الخبرة الكبيرة بكل هذه المسائل والملفات وهي حريصة أشد ما يكون الحرص على إحقاق الاستقرار هذه المنطقة ولن يتحقق الاستقرار إلا بالتشبث بالمرجعية الدولية لكنهم لا يؤمنون بهذه المرجعية الدولية ولا يؤمنون بفكرة الأسرة الدولية وإذا خل بعضهم إلى بعض يعني إذا ما واجهوا العالم يقولون ويتشدقون بهذه القيم الغربية وبمبادئ التنظيم الدولي وإذا ما خل بعضهم إلى بعض يقولون نتفاوض إلى مالا نهاية نتفاوض إلى يوم القيامة كل هذا عبث ولن يجلب إلا الخراب وموجات عدم الاستقرار لأنه أيضا كما أكد الرئيس السيسي السياق ليس سياق بدأ في السابع من أكتوبر وإنما سياق طويل بدأ عبارة عن استعمار واستيطان وإنه طالما موجود هذا الاستعمار لا بد أن تستمر أعمال المقاومة ورئيس السيسي أكد أنه يعني جماعات المقاومة وفي القلب من حماس لا يمكن أن تكتاث بهذه السهولة وبعد ذلك وجدنا تصريحات تؤيد ما قاله الرئيس السيسي أنه من الصعوبة بمكان أن تقضي أو تكتاث على حماس حتى تصريحات يعني منذ قليل تصريحات أوروبية وتصريحات أمريكية إذن الأهداف التي صدرتها إسرائيل أهداف خادعة أهداف كاذبة لا يستطيعون أن يفككوا حماس ولن يستطيعوا أن يستردوا المأسورين أو المحتجزين الإسرائيليين إلا عن طريق المفاوضات وإلا عن طريق هذه الوساطة المصرية لكن الدولة المصرية وهي التي تقود ولها هذه الريادة في هذه القضية وذاك الملف فيما يتعلق بدورها بالوساطة بتهدد بالفعل بانسحابها من هذه الوساطة بأنها ستعيد تقييم هذه العلاقة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الإسرائيلية تدخلت أمام محكمة العدل في الدعوة المرفوعة من جنوب إفريقيا كل هذه إجراءات بتتخذها الدولة المصرية ردا على هذه الممارسات الإجرامية من الكيان الصهيوني لكن هذا لا يمنع أن هناك ثم الثوابت الدولة المصرية اختارت السلام كطريق كخيار استراتيجي مصر تؤمن بالسلام وحريص على السلام وهذا دائما اختيار مصر الأول يعني مصر دائما تسعى للسلام خليني أقول أن الدولة العربية لديهم أوراق ضغط وهم قوة لا يجب الاستهانة بها أبدا كيف يتابع المجتمع الدولي هذه القمة؟ المجتمع الدولي يتابع هذه القمة لأن الأحداث جسام ويتصور ويتوقع أن تكون هناك ثمة قرارات على مستوى هذه التحديات وحتى وإن لم تكن على المستوى الاستراتيجي كما أشرت الدكتور محمد فإنه هناك مستوات أخرى المستوات الدعم المستوى الإنساني المصاري الإنساني الدعم ادخال المساعدات يعني إسعاف المكلومين والجرح هناك مسارات وأمور كثيرة تستطيع أن تقدمها القمة على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الإنساني على المستوى الدبلوماسي وعلى ممارسة ضغوط بشكل أو بآخر على ذلك المجتمع الغربي الأوروبي ومن ورائه الأمريكي لأنهم يملكون هذه الأوراق الاقتصادية البعد المالي القوي ولكن هل كل دولة ستمارس يعني ذلك الضغط من جانبها بمفردها في مصاري خاص بها أم ستكون هناك رؤية عربية موحدة يعني فيها تصهر يعني بوطاقة بتجمع ذلك العمل الذي سيمارث ذلك الضغط هذا ما ستتمخض عنه هذه القمة من اليوم الأول للحرب أستاذ طارئ والخطاب السياسي للدولة المصرية يعني دائما ما يؤكد على وقف إطلاق النار وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية ورفض أي سيناريو للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية بالنسبة للبند الثالث ودائما ما يكرر الرئيس في خطاباته أنه يرفض تماما أي فكرة لتهجير الفلسطينيين إلى غزة أو حتى من ناحية أخرى بالدفع الغربية إلى الأردن فهذا هو السؤال إلى أي مدى سيوضع ذلك على القمة العربية اليوم وأن يكون هناك موقف عربي موحد وصوت عربي يرفض تماما تصفية القضية أو أي سيناريو تسعى إليه إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيه جميل مصر هي التي خاضت الحرب ومصر هي التي خاضت التفاوض ومصر هي التي وقعت أول اتفاقية للسلام منذ 45 سنة ومصر التي لجأت إلى التحكيم في طابة فهي الرائدة وهي عمود الخيمة في كل هذه التحركات الدبلوماسية باعتبار أن حتى الحروب هي من أعمال السياسة فأتصور أن هذه الرؤية المصرية وذلك الحرص على السلام لا يمنع من أن تتخذ الدولة المصرية خطوات هذه الخطوات هذه الإجراءات لا علاقة لها بالثوابت يعني لا يوجد هناك ثم التعارض ما بين حرص الدولة المصرية واتخاذها للسلام كخيار استراتيجي كطريق استراتيجي وما بين هذه الإجراءات التي تلجأ إليها توافقا وردا على تلك الممارسات الإسرائيلية فأتصور أن الجانب الإسرائيلي هل كان هناك ثمت خروقات هل هناك فيه ثمت أخطار أو عدم التزام باتفاقية السلام أنا في تصوري ومتابعتي أنه في عدم التزام باتفاقية المعابر الموقعة في 2005 اللي فيها الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والإسرائيليين في عدم التزام باتفاقية المعابر لكن اتفاقية السلام التي وقعت في الـ 26 من مارس 1979 يعني هذه الاتفاقية مصر وإسرائيل حريصة على تطبيق هذه الاتفاقية وإن كان البعض يردد أنه ثمت تجاوزات أو خروقات لكن أتصور أنها لا تمثل إلا في تقدير احتكاكات هذه الاحتكاكات هل تصل إلى مستوى الخروقات هذا ما يفصل فيه الخبراء ما يفصل فيه اللجنة العسكرية العليا اللجنة الفنية لجنة الاتصال العسكري المنوط بها متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وفيها الآليات والفاعليات لكيفية التعامل مع أي تجاوزات من أي طرف من الأطراف إذن هذا العمل مهني فني ببعض تمارسه اللجنة الفنية أو لجنة الاتصال العسكري لكن مصر حريصة على السلام بكل مؤسساتها وقيادتها والشعب الكل يقف على أرضية واحدة ولكن هذا لا يمنع من اتخاذ الخطوات التي تتناسب مع ما تقوم به إسرائيل في إطار فكرة الالتزامات المقابلة لأن اتفاقية السلام أو أي اتفاقية أو معاهدة وفقا للقانون الدولي العام بترتب التزامات على الأطراف كل طرف له التزامات ويقابلوا التزامات مقابلة وهذه فكرة الباكتا سونت سيرفانتا كما يقال باللغة اللاتينية اللي هو العقد شريعة المتعقدين الاتفاقية لا بد من التزام الطرفين بالاتفاقية التي تم التوصل إليها يعني الشعوب العربية دايما بتقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني وهناك دعم غير مصبوق بنشوفه يمكن على وسائل التوصل الاجتماعي في كل مكان من الشعوب العربية لإخواتنا في غزة هل تلبي هذه القمة طموحات وأمال الشعوب العربية؟ يعني هو هذا السؤال الانتظار المواطن العربي والشارع العربي وهل القمم العربية ستلبي هذه الطموحات فأتصور أنه يعني الأمر له علاقة بمثاق جامعة الدول العربية له علاقة بهذه المشارطة المثاق سواء كان هذا التنظيم الإقليمي أو حتى مشارطة ومثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالفيتو فهو لا علاقة بهذا المثاق يعني هذا التنظيم سواء كان التنظيم الإقليمي جامعة الدول العربية أو التنظيم الدولي منظمة الأمم المتحدة هم يتحركون وفقا للمثاق فعندما يكون هناك فيتو وهذا الفيتو ضد العدل وضد المنطق وضد المساواة لكنه موجود فلابد من تعديل المثاق حتى لا يكون هناك ذاك الفيتو أيضا بالنسبة لجامعة الدول العربية القرارات تتخذ بالإجماع وفي إرادات يعني 22 دولة عربية فلابد من ذاك الإجماع ولابد من ذاك التمويل وذلك التصور إذن الأمور يعني مرتبطة بذلك النسق بفكرة المشارط بفكرة المثاق فالمثاق هو الذي يحقق طموحات الشعوب سواء كان على مستوى الكرة الأرضية للأمم المتحدة أو على مستوى إفريقيا في الاتحاد الإفريقي أو على مستوى العرب في جامعة الدول العربية فالأمر منوط بذلك المثاق لكن الأحلام لا علاقة لها بالواقعية السياسية ومعه كما معروف لا يمكن أن تنفصل النتائج عن المقدمات أو المعطيات يعني أكبر منظمة دولية في العالم الأمم المتحدة لا يعني لا تعترف بقراراتها إسرائيل وهي أكبر منظمة هي المظلة الأجمع لدول العالم كلها بالفعل وتهينها وتهين وتتطاول عليها وتلجأ إليها وتقول لماذا لا تتحركون عندما تقوم إيران بما تقوم به ولكن في ناية المطاف هناك فرع تنفيذ مهم مجلس الأمن يستطيع أن يستخدم الذراع العسكرية استخدم القوة العسكرية ولكنه لا يتحرك إلا عندما تتوقف الدول الكبار عن استخدام حق النقد أو حق الفيتو من المتابعين ومراقبين لإنعقاد هذه القمة بعض الأصوات تتحدث أنه من المحتمل أن تطلق المملكة البحرين دعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لإقرار حل الدولتين همية إطلاق مثل هذه الدعوة ومدى تفاعل دول العالم لأنه شفنا اعتراف بدولة فلسطين الفترة الماضية شفنا على مستوى الشارع ومستوى الحركة الطلابية والجماعات هناك حالة يقضى وصحوة للقضية الفلسطينية بعد أن غابت لسنوات طويلة بتتصدر الوجهة الرأي العام عالميا إلى أي مدى يمكن استثمار هذا الزخم في إقرار حق الدولتين والوصول إلى مفاوضات سلام حقيقية بالفعل استغلال ذلك الزخم وهذه الدعوة من مملكة البحرين كلها بتؤكد على أن العرب جادين في تشبثهم بالسلام فكرة الاستقرار وأن الإسرائيلي هو الذي لا يريد سلاما وأن الإسرائيلي لا يرى في الفلسطين الجيد إلا الفلسطين الميت الفلسطين المقتول الفلسطين المهاجر المهاجر هذا هو الفلسطيني الجيد وأن العالم شاهدنا مظاهرات الطلبة في الجامعات الأوروبية في الجامعات الأمريكية شاهدنا 140 دولة في الجامعية العمومية يطالبون ويتعترفون بدولة فلسطين شاهدنا العرب المبادرة العربية في بيروت 2002 التي تؤكد على الاعتراب بإسرائيل إذا ما أعطيت الحقوق العربية وإذا ما أعلنت الدولة الفلسطينية كما تفضلت بذلك المؤتمر المزعوء الذي يتصور أو يتوقع انعقاده في مملكة البحرين المؤتمر الدولي للسلام كل هذه المناشدات وكل هذه التصورات والتحركات والاتصالات بتؤكد على أن العربة جات دون في تمسكهم وتشبثهم بالسلام وأن إسرائيل هي التي لا تريد سلاما فهذا مهم جدا فيما يتعلق بفكرة الصورة الدولية إسرائيل تظهر كدولة مارقة على القانون الدولي لا تطبق القانون لا تراعي القانون الدولي الإنساني ترتكب هذه الجرائم ستلاحق عما قريب قادتها في محكمة الجنايات الدولية يعني كل هذا يعني بيؤكد الآتي بيؤكد على أن إسرائيل لا ترغف في السلام ولا تريد إلا سيناريو التهجير وهو ما يرفضه المواطن الفلسطيني ويتشبث بأرته وما ترفضه الدولة المصرية التي ترفض ذلك التهجير لأن هذا التهجير لا يمكن أن يكون على حساب الأمن القوم المصري أو على الأمن القومي الأردني سواء كان في الضفة الغربية أو في غزة يعني أتصور الآتي أتصور أن الأمر الآن منوط بهذه الإرادة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت بذلك الوجه القبيح الذي لا يرى إلا تلك المساندة العمياء للجانب الإسرائيلي ويعني يغض الطرف عن كل ممارستها الإجرامية ويؤيدها إعلاميا وسياسيا ولوجستيا وذخائريا وأنه فقط لا يعطي إلا الكلام والتصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر وأتصور أن العلاقة بين إسرائيل واضح ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة للبعض الذين يتصورون أن ثمة خلاف لا يمكن أن يكون هناك خلاف حقيقي جدي ما بين تل أبيب وواشنطن سواء كانت الإدارة الديمقراطية الإدارة الجمهورية الرعاية والدعم كاملين غير منقصين للرضيع الإسرائيلي في تل أبيب وأتصور أن هذه هي العلاقة علاقة الأم الأمريكية الرؤوم بالرضيع الإسرائيل يعني في الآخر هم قالوا لم نتخذ قرار بعد بمنع وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل إذا ما تم الدخول إلى رفح بعد ما قالوا أنه سيتم منع دخول الأسلحة أو تصدير الأسلحة من ضمن أولويات أجندة القمة العربية هي الأوضاع الكارثية في السودان فإيه هو المتوقع من نقشة هذه الأوضاع التي تمر بها السودان الشقيق يعني فيما يتعلق بما يمر به السودان الشقيق وأتصور يعني دائما ما يعني نرد الفضل لأصحاب الدولة المصرية مؤسسات الدولة المصرية أكدت على الآتي أكدت على فكرة دائما الناشونالستيت الدولة الوطنية الكارثة الحقيقية في السودان وفي اليمن وفي ليبيا وفي سوريا ما أس الداء ورأس البلاء أن هناك كيانات موازية للمؤسسات الوطنية أن هناك كيانات مسلحة هذه الكيانات المسلحة يعني موازية للجيش النظامي فإذن من المفروض وفقا للنظم السياسية والقانون الدستوري أن تستأثر الدولة بالعنف المشروع أن تستأثر وتحتكر الدولة هذه السلطة وذلك العنف المشروع من خلال جيشها النظامي ولكن عندما تجد أن السلاح يتم استئثاره من قبل جماعات أخرى في لبنان في سوريا في السودان في ليبيا في اليمن فتكون هذه الكارثة كارثة الحرب الأهلية التشارضم التشضي للمؤسسات الوطنية وهو ما حمل الله به مصر من كل هذه الكوارث فنجت من هذه الشرور في 2013 وما بعدها وكان تأسيس هذه الجمهورية الجديدة وفكرة الدولة الوطنية التي تحافظ على مؤسساتها القوية بعيدا عن فكرة ذلك التسليح لجماعات موازية يعني غزة هي الحاضر الأول في أجندة هذه القمة بالإضافة طبعا إلى نقاط ملتهبة كثيرة بالمنطقة نتحدث عن سوريا وليبيا واليمن والسودان لكن إلى جانب هذه الصراعات السياسية هناك أيضا حضور للجانب الاقتصادي والاجتماعي يعني مجلس الاقتصادي والاجتماعي لجماعة الدولة العربية وصل إلى مساحات من التفاهم المشترك والدعوات لإقامة اتحاد جمهوركي عربي واحد إقرار استراتيجية للأمن المائي القومي العربي الجانب أو التعاون الاقتصادي والاجتماعي إلى أي مدى حاضر أيضا في هذه الأجندة جميل التعاون الاقتصادي والاجتماعي هو حاضر لا شك وأتصور إن كان العمل السياسي سواء في أي تنظيم دولي أو إقليمي يكون له إخفاقاته وتحدياته نظرا لتباين الرؤى السياسية وكل دولة لها أجندتها الخاصة وتصوراتها لكن العمل الاجتماعي والاقتصادي يستطيع أن يكون قاسما مشتركا ويستطيع أن يجمع أكثر مما يفرق السياسة تفرق لكن الاقتصاد والاجتماع يستطيعان أن يجمع هذه الدول فتصور أن العالم العربي يستطيع أن يستفيد كثيرا من إمكاناته ذلك أن هناك ثمة اختلاف وتباين في هذه القدرات القدرات الشاملة لكل دولة عربية مختلفة وإن حدث ذلك التكامل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي سيكون له ثماره بدأ بالفعل ولكن المتصور والمأمول هو الإسراع من تلك الوتيرة ومن هذا الإقاع ومن تذليل هذه العقبات ومثل هكذا قمم أهميتها أن يعرض عليها ما تم من قبل وأن يعرض عليها ما هي التحديات ما هي العقبات ما هي الإجراءات ما هي المشكلات الحقيقية التي تقف كعصي أمام عجلة تلك النهضة أو ذلك التقدم الاقتصادي والاجتماعي لأن القمة الرؤساء يستطيعون أن يذللوا هذه العقبات وأن يصدروا هذه القرارات للمستويات الأقل والأقل وصولا إلى تحقيق هذه الغايات والمأمول على المستوى الاجتماعي والاقتصادي نحن نتابعا نكثب مخرجات هذه القمة القمة العربية رقم 33 التي تنعقد في المنامع العاصمة البحرانية نشكرك طبعا الأستاذ طارئ البرديسي خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي شكرا لك أفندي شكرا لك أفندي مرتين أو شرفتين